موسيقى النشر الرياضي المفصلة من الميادين اهلا بكم دخل ريال مدريد دوامة الانتكاسات بعدما تعرض امس لخسارته الثانية على التوالي وهذه المرة في ذهب ربع نهائي كأس ملك اسبانيا امام سلتافيهو المدرب زين الدين زيدان اعلن تحمله كامل المسئولية وقال ان من واجبه ايجاد الحل زيزون تقد غياب الفاعلية عن لعبيه لكنه شدد على عدم شعوره باي قلق الخسارة هي الاولى للريال في ملعبه منذ 27 من شباط فبراير الماضي عندما سقط امام الجار اللدود اتلاتيكو مدريد في ديربي العاصمة من كأس اسبانيا الى كأس الاتحاد الانجليزي وهذه المرة افلت ليفربول من فخ بيل موس المغمور في الدرجة الثالثة وعبر الى الدور الرابع فبعد اكتفائه بالتعادل من دون اهداف في استاد امفلت قبل عشرة ايام اعيدت المواجهة فوجد الريدز منافسا عنيدا لم يكترث مجددا للفارق بينهما لكن البرازيلي لوكاس وضع حدا لغيابه عن التهديف منذ عام 2010 ليقود فريق المدرب يورجين كلوب الى الفوز بهدف نظيف واحبط بالموث بعد ذلك ضيفه اغلب مدة اللقاء وكاد ان ينتزع هدف التعادل فيما اهدر ديفوك اوريجي ركلة جزاء للفائز وفي الدور الرابع يلتقي ليفربول مع ويلفر هامتن وساوث هامتن مع ارسنل ونيو كاسل مع اوكسفورد من انجلترا ايضا منشستر يونيتد يتربع على عرش اغنى اندية كرة العالم ليزيح ريال مدريد الاسباني عن القمة بحسب الدوري المالي السنوي سجل فريق الشياطين الحمر عائدات قياسية في موسم 2015-2016 وصلت الى 735 مليون جنيه انسترليني بطل انجلترا عشرين مرة ازاح ريال مدريد عن صدارة احتلها 11 عاما النادي الملكي تراجع الى المركز الثالث خلف غريمه التقليدي بارشلونة نبقى مع اخبار نادي منشستر يونيتد الذي وافق على رحيل مهاجمه منفز ديباي الى اولمبيك اليون رابع الدوري الفرنسي تقارير صحفية انجليزية كشفت ان قيمة الصفقة بلغت 16 مليون جنيه انسترليني ابن الاثنين والعشرين عاما انضم الى اليونيتد عام 2015 قادما من ايندهوفن حيث كان هدافا للدوري الهولندي سجل ديباي مع الشياطين الحمر سبعة اهداف في 53 مباراة وسقط من حسابات المدرب جوزي مورينيو بعد تألق انريك مختيريان واخوان ماتا وانتوني مارسيال وخيس سيلينجارد بعد رفع عدد المنتخبات الى 48 في المونديال ماذا لو الغيام بدأ التسلل المدير الفني في الاتحاد الدولي ماركو فان باستن يحلم برؤية كرة القدم من دون قاعدة التسلل لتشبه كرة اليد كما يريد وضع قيود على عدد مخالفات كل لاعب تماما كما هي الحال في كرة السلة وكرة الصلاة مهاجم هولندا السابق يرغب ايضا في الغاء الوقت الاضافي واستبدال ركلات الترجيح بنظام يركض فيه اللاعب نحو المرمى من 25 مترا لكن وبرغم دعم رئيس الفيفا المطلق له يؤكد فان باستن في مقابلة مع صحيفة بيلد الالمانية ان هذه التجارب يجب ان تحظى اولا بموافقة المجلس الدولي والان ننتقل لمشاهدين الى جولة الصحف والزميلة عبير الذوادي شكرا لك عبد الرحمن واهلا بكم تتجل الانظار بعد قليل الى ملعب فرانسفيل الذي سيكون مسرحا لقيمة الجولة الثانية للمجموعة الثانية من منافسات كأسي أمم أفريقيا مباراة ستجمع الشقيقين التونسي والجزائري في دوربي ساخن وحاسم حول هذا الموضوع نقرأ لكم في صحيفة الصباح التونسية بعضا من نصائح المدرب التونسي نبيل الكوكي للمنتخب الوطني وأبرزها الدخول القوي في مجرية اللقاء محذرا في الوقت ذاته مما غبت قبول هدف مبكر ضرورة التركيز والعمل على استغلال الفرص السانحة طلب الكوكي كذلك بالاعتماد على اللاعب الدولي وهب الخزري في التشكيل الأساسية على اعتبار أنه أحد أهم مفاتيح لعب النصور وكذلك ضرورة وجود طهي السين الخنيسي في البداية على رأس هجوم المنتخب وإقحام صابر الخليفي صاحب الخبرة الكبيرة في أشروق التونسية نقرأ أيضا كاسبر جاك والخزري عاينت اليومية التونسية خلال متابعتها المباراة الاستياء الواضح لدى اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة منذ البداية مثل وهب الخزري الذي قدم الإضافة عندما تم إقحامهم هذا اللاعب لم يكن راضيا على بقائه ضمن الاحتياطيين وهناك من يقول أن كاسبر جاك تعرض لبعض التأثيرات للاعتماد على لاري العزوني وهو ما تسبب في ضياء شوط كامل في مباراة السينيغال عند الشقيقة الجزائر نقرأ في صحفها الصادرة لليوم روراوى يحذر ليكنس من الهزيمة أمام التوينثا مصادر للشروق الجزائرية كشفتنا المسؤول الأول عن رأس فاف حذر مدرب الخضر جورج ليكنس بمغبة التعثر في المباراة الثانية على التوالي وهو يرفض حتى نتيجة التعادل كما أصر على ضرورة أن يقدم المنتخب أداء مغيرا تماما في الصحف اللبنانية خبر اعتزال القائد عباس عطوي تغى على الأخبار السياسية وتصدر عنوين صحيفة الأخبار اللبنانية فعنونت نجمة انطفأت عباس عطوي خارج النجمة عبارة انتشرت بشكل سريع في الشارع الكروي وشكلت صدمة لكثيرين من نجمويين مغير نجمويين فاللعب هو قائد النجمة وأحد أبناء النادي وله من الإنجازات والألقاب الكثير فكيف يمكن لإدارة النادي أن تستغني عنه في منتصف الموسم سؤال قد يكون جوابه بعبارة بسيطة مكره أخوك لبطلبي حسب اليومية اللبنانية نختم مع ماركة الإسبانية التي اعترفت بتراجع مستوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو اليومية المدردية كتبت كانت هناك أربعون مباراة من دون هزيمة للفريق في جميع البطولات ولكن هزيمتين متتاليتين مع وجود البرتغالي على أرض الملعب من دون فعل الشيء الكثير أمر يدعو إلى القلق واعتبرت الصحيفة أن على رونالدو أن يرد سريعا على ذلك الأداء السلبي ولسيما أن فريقه يحتاج إلى جهده حتى يؤكد حقيته بجوائز العام السابق هكذا مشاهدين وصلنا إلى نهاية جولة الصحف والآن عدوا إياكم إلى عبد الرحمن تزداد معاناة الرياضة في غزة لأسباب متعددة لاعب كرة القدم أشرف أبو توها نموذج عن الرياضيين الذين اضطروا للجوء إلى عمل شاق ما أدى إلى تراجع أدائها التفاصيل في التقرير التالي أشرف أبو توها أحد أهم لاعبين دي الشاطئ لكرة القدم في مدينة غزة وجد نفسه مضطرا إلى العمل في مصنع للرخام لتوفير مدخول أفضل لعائلته وعلى الرغم من الأدرار الصحية التي مني بها جراء هذه المهنة لا يجد خيارا آخر أنا معي غضروف ظهري من هذا الشغل ولكن بضطر أن أشتغله لأنه الشغل 200 دولار يمكن أن أخذهم من النادي بكفوش لأنتوا وانتوا شايفين من بداية الموسم هم بيحكولنا منحة الرئيس حتيجي صار لنا أربع شهور ما قبض ناش رواتبنا حتى من الأنبياء يعني لو الواحد بده يستنى على راتب النادي هذه مشكلة كبيرة جدا بعد العمل يسارع أبو توها إلى الالتحاق بالحصص التدريبية لفريقه هو ليس الوحيد في أزمته فعشرات اللاعبين في غزة يمتهنون أعمالا إضافية بسبب تدني رواتبهم أعمال تسببت في تراجع آدائهم في الملاعب لعب كرة القدم هو عمليا يعني نفسيا إذا كان جاهز نفسيا في أرض الملاعب طبعا مش رايحة ولا إشي إحنا آخر الفترة أنه طبعا أغلبية الأندية تعرضت وطبعا هي وإحنا عنا منحة الرئيس لازم تكون عنا منحة تقريبا من ثلاث شهور إلا من لا فيه لعبين إنهم ثلاث شهور أو أربع شهور مش قبضين مش ماخديني فلوس فهذا طبعا مشكلة كبيرة غياب الرعاية الرسمية لنواد القطاع فضلا عن التأخر في تسليمها مخصصاتها المالية المتواضعة من الاتحاد في الضفة الغربية واعتمادها على الرعايات المحلية الضعيفة وغياب الدعم الخارجي كلها أسباب يسوقها اتحاد الكرة في غزة للأزمة التي يعزونها إلى عدم تصنيف الأندية واللاعبين الإمكانيات الموجودة عند أندية غزة لا تؤهلها حتى اللحظة للدخول في احتراف اللاعبين المبالغ كبيرة كل نادي بحتاج مش أقل من 52 ألف دولار في العام حتى يدخل مجال الاحتراف بالنسبة للعبة كرة القدم وهذه المبالغ غير متوفرة عند أديتنا في غزة الأسرة الرياضية في غزة تأمل تحسن أوضاع أنديتها بما ينعكس إيجابا على اللاعبين ومستوياتهم تحييد قطاع الرياضة عن الخلافات السياسية فضلا عن وفاة اتحاد الكرة بالتزاماته تجاه أندية القطاع سيضمنان بحسب مراقبين تحسن أوضاع اللاعبين بما يعود بثمار جيدة على صعيدي الإنجاز والتطوير أحمد غنم غزة الميادين في بطولة العالم لكرة اليد مصر تتأهل إلى ثمن نهائي البطولة المقامة في فرنسا الفراعنة فازوا على الأرجنتين بـ 31.26 ضمن المجموعة الرابعة وفرض المنتخب المصري أفضليته على مدار الشوطين وسجل له كل من ممدوح شبيب ومحمد سند وهشام باسيوني خمسة أهداف الانتصار هو الثالث بعد أن استهل أبناء النيل مشوارهم بالفوز على قطر ثم البحرين بينما خسروا أمام الدنمارك ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثالث خلف الدنمارك المتصدر بثمان نقاط في دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين نيويورك نيكس يفجر مفاجأة كبيرة بإسقاط بوستن سلتكس في عقر داره بفارق 11 نقطة ديريك روز أخذ المباراة على عطيقه فسجل 30 نقطة والتقط 10 متابعات ومرر خمس كرات حاسمة ليقود صاحب المركز الحادي عشر في القسم الشرقي إلى الانتصار التاسع عشر بالرغم من الهزيمة كان لعب بوستن سايا طومس أفضل مسجل المباراة مع 39 نقطة لكنه فشلا في تجنيب ثالث القسم الشرقي الخسارة السادسة عشرة في 2240 مباراة راسل ويستبروك سرق الأضواء في أغرب حالة مش بالكرة في تاريخ الأنبيئي نجم أكلهما نسيا أن يسقط الكرة من يده أثناء انطلاقه لصناعة فرصة جديدة لفريقه لكن صاحب الثلاثية المزدواجة في المباراة تكب مخالفة المشي وسط استغراب وضحق الحاضرين وبرغم تميزه خلال مواجهة جولدن ستيت إلا أن ويستبروك فشل في قيادة فريقه إلى الفوز فسقط ب 121 نقطة مقابل 100 بفضل تألق لعب أكلهما السابق كابين دورانت الذي دك سلة خصمه ب40 نقطة ومع هذا الخبر مشاهدين نصل إلى ختام النشر رياضية المفصلة قدمناها لكم من الميادين لمزيد من أخبار الرياضة الميادين دوتنات إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر